رحل لكنه ما زال حاضرا في قلوب محبيه من أهله وزملائه في العمل علي ميثم ذلك الشاب المثابر أحد أبطال خط الصد الأول في مستشفى الكفير التخصصي الذي عرج لربه أثناء تأدية واجبه الذي نتجت عنه إصابته بفيروس كورونا واليوم يؤبنه زملائه في المستشفى بذكرى أربعينيته نحاول قدر الإمكان أن نقدم الدعم في حالة فقدان أي شخص من هذه الملاكات الطيبة المجاهدة حسب توصيف السيد المرجع على سيد السستاني أن نقدم الدعم لهذه الملاكات ونعزيهم ونعزي العتبة العباسية باعتبارها المؤسسة الأم لنا ونعزي أولياء الفقيد كان الشيد الله يرحمه أحب مهنته وأحب المستشفى الكفير طيب القلب هو طبعا طيب القلب يحب الجميع ويحبه الجميع الله سبحانه وتعالى اختاره إلى دار الخلوط كان إنسان محب خلوق يحب عمله صاحب ابتسامه يعني من أريد أسولف عليه من ناحية الأخلاق من ناحية التزام حبه لعمله يعني حقيقة يعني أنا دائما أقول ليش تتأخر بدوامك أكثر من ساعة أكثر من ساعتين يقول لي أنا ما أقدر اليوم وحيف مريض إذا ما أكمل علاجاته أشوف أطمئن علي طبعا أكو بعض المرضى يتسطون علي يظلون يتواسطون وياه بحيث من سمعه وخبره وفاة صدمة وجوله هنا يعزون لدرجة أنه هو مو ممرض وهي مريض لا يعتبرهم أخوة أهب فلذلك يعني علي من الناس الخلوقين تفان وإخلاص صفات وجدت في شخصية المغفور له علي واليوم مستشفى الكفير التخصصي يقيم تأبينا بمناسبة مرور 40 يوما على رحيله حرصا منه على استذكار الأدوار التي قام بها خط الصد الأول في مواجهة جائحة كورونا